على خطى الأمم المتحدة تسير جيني نبلس خارت هذه المرة إلى النجف حيث تفتتح الحنانة أبوابها ويستقبل زعيم التيار الصدري ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة في بيته للجلوس على طاولة الاتفاق حول تقريب وجهات النظر بين جميع القوى السياسية الفاعلة في البلاد اللقاء الذي سبق زيارة الإطار التنسيقي للتيار الصدري حول الحنانة لمكان صناعة الاستقرار السياسي الذي يعتزم الصدر أن يحقق فيه التوازن المدروس الذي يحفظ صناعة حكومة أغلبية وطنية وهنا رسالة واضحة المعالم عندما تضم الحنانة لقاء يمثله القطب الأول زعيم التيار الصدري والرابح الأعلى في الانتخابات البرلمانية والقطب الثاني هو اللسان الناطق بوجهة النظر الأممية ما يعني ضرورة أن الاتفاق على خريطة طريق تؤمن سير العملية السياسية بما يضمن للعراقيين إنتاج برلمان تتوافق فيه الرؤى حول تشكيل حكومة جديدة تحقق الأهداف المنشودة والتي تحدث عنها الصدر وعلى رأسها حكومة وطنية تنهض بالدولة العراقية وتحفظ سيادتها وتحارب الفساد المتجذر منذ زمن بعيدا عن أهواء سياسيين يبحثون عن مصالح شخصية وحزبية أو فئوية لذا فإن الاستماع إلى وجهة النظر الأممية ضرورة في ترتيب أوراق المرحلة المقبلة من دخول البرلمان وصناعة الحكومة التي تحقق آمال الشارع السياسي والشعبي في البلاد سيما بعد أن أعلنت بلسخارت عن نجاح إدارة عملية الانتخابات من قبل المفوضية وتأكيد الثابت المعلوم الذي لا يريد بعض الخاسرين الاستماع إليه هو منطقية قبول النتائج التي تفرز دوما رابحا أو خاسرا وهو الذي يحقق معنى الدموقراطية التي نادى بها زعيم التيار الصدري ومهدت طريقها رئاسات البلاد منذ بدء العمل على صناعة استحقاق تشرين ترجمة نانسي قنقر